بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم طلابي وطالباتي معكم المعلمة مجاد الشهري من معاهد وبرامج التربية الفكرية للمرحلة الدراسية التأهيلية الصف الدراسي ثالث تأهيلي الفصل الدراسي الثالث المادة المهارات المهنية عنوان درسنا لهذا اليوم مهنة مسجل بيانات ملاحظة مهمة طلابي وطالباتي دروس المهارات المهنية من أهم ما يقدم فيه البرامج المهنية تساعدكم بالعمل بعد المرحلة التأهيلية بإذن الله بالعمل نصنع الحياة المجال المستهدف المهني المجال المساند المهارات الاجتماعية الهدف العام التدريب على مهنة مسجل البيانات الأهداف الخاصة أن يذكر الطالب والطالبة مهارات موظف تسجيل البيانات وأن يذكر الطالب والطالبة مهام مسجل البيانات وأيضا أن يطبق الطالب والطالبة مهنة تسجيل البيانات قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة إذن قوانين درسنا لهذا اليوم طلابي وطالباتي أجهز كتابي وقلمي أستمع لشرح المعلمة أجلس جلسة صحيحة وأنظر إلى الشاشة طيب الآن نرى ماذا يوجد لدينا خلف هذا الستار لدينا قصة أبطال قصتنا اللي هو المدير خالد ولدينا هنا أحمد ماذا حدث في قصتنا؟ نرى الآن مجريات قصتنا في صباح يوم عمل جميل قرر المدير خالد عقد اجتماع مع فريق العمل في الشركة إذن نرى هنا من؟ اللي هو المدير خالد إذن في صباح يوم جميل ماذا فعل؟ قرر خالد عقد اجتماع مع فريق العمل في الشركة توجه خالد إلى غرفة الاجتماعات إذن نرى هنا خالد وهو يتوجه إلى غرفة الاجتماعات عقد خالد الاجتماع ووضح بعض المهام الجديدة إذن نرى هنا خالد وهو يعقد الاجتماع ووضح ماذا؟ اللي هو بعض المهام الجديدة توجه خالد بعد الاجتماع إلى من؟ إلى الموظف أحمد طلب منه تسجيل البيانات والمهام الجديدة التي ذكرها في الاجتماع إذن نرى هنا من؟ نرى هنا خالد وأيضا الموظف أحمد إذن ذكرنا توجه خالد بعد الاجتماع إلى من؟ إلى الموظف أحمد وطلب منه تسجيل البيانات والمهام الجديدة التي ذكرها في الاجتماع توجه أحمد إلى مكتبه وقام بتسجيل ما طلب منه اللي هو المدير خالد على جهاز الحاسب الآلي إذن سجل البيانات على ماذا؟ على جهاز الحاسب الآلي إذن من نرى هنا؟ نرى أحمد وهو يقوم بتسجيل ما طلب منه المدير هنا قام أحمد بطباعة البيانات وسلمها لمن؟ للمدير خالد وأثنى عليه المدير على سرعة إنجاز للعمل إذن نرى هنا أحمد لهو موظف تسجيل البيانات أو مسجل البيانات قام بماذا؟ بتسجيل البيانات وطباعتها وتسليمها بسرعة للمدير طيب طلابي وطالباتي من خلال القصة قصة أحمد وخالد لدينا هنا سؤال يقول من هو موظف تسجيل البيانات؟ من كان في القصة؟ اللي هو من؟ ها؟ اللي هو أحمد إذن لدينا هنا موظف تسجيل البيانات في الشركة كان؟ أحمد هو اللي يسجل البيانات طيب ماذا يقول لنا أحمد؟ يقول أنا موظف أقوم بتسجيل البيانات على جهاز ماذا؟ ماذا نرى هنا مع المعلمة؟ جهاز ماذا؟ مسجل البيانات يستخدم ماذا؟ اللي هو جهاز الحاسب الآلي سواء كان مكتبي أو محمول مثل هذا إذن ماذا يقول لنا؟ خالد أو أحمد يقول أنا موظف أقوم بتسجيل ماذا؟ تسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي وأقوم بطباعتها حسب الحاجة طيب الآن لدينا هنا هذا السؤال يقول من هو؟ يقول لنا أنا موظف أقوم بتسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي وأقوم بطباعتها حسب الحاجة ماذا يسمى؟ ما هي هذه المهنة؟ اللي هو من؟ مسجل البيانات إذا مسجل البيانات يستخدم ماذا؟ جهاز الحاسب الآلي سواء كان محمول أو مكتبي طيب لدينا الآن هذا السؤال يقول موظف يقوم بتسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي ويقوم بطباعتها حسب الحاجة من هو؟ هل هو؟ مسجل البيانات أو المصور؟ ها أين الإجابة الصحيحة؟ ماذا يسمى هذا الموظف؟ أحسنتم مسجل البيانات مسجل ماذا؟ البيانات موظف يقوم بتسجيل ماذا؟ البيانات على جهاز الحاسب الآلي طيب أيضا لدينا هنا من هو؟ موظف يقوم بتسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي ويقوم بطباعتها حسب الحاجة من هو؟ مسجل بيانات أو لدينا موظف استقبال أو لدينا اللي هو بائع ماذا تسمى هذه المهنة؟ يقوم بتسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي ماذا يسمى؟ مسجل بيانات يقوم بتسجيل البيانات على ماذا؟ على جهاز الحاسب الآلي طيب أيضا لدينا هنا من هو؟ موظف يقوم بتسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي ويقوم بطباعتها حسب الحاجة من هو؟ ماذا يسمى؟ مسجل بيانات أو بائع زهور أو لدينا هنا موظفة خدمة عملة ماذا يسمى؟ موظف يقوم بتسجيل البيانات على جهاز الحاسب الآلي ها ماذا يسمى؟ نرى هنا أحسنتم اللي هو مسجل البيانات يقوم بتسجيل البيانات على جهاز ماذا؟ على جهاز الحاسب الآلي طيب لدينا هنا سوف نتعرف اللي هي على مهارات مسجل البيانات أولا مهارة ماذا؟ الحاسب الآلي لدينا هنا ماذا نرى مع المعلمة؟ اللي هو أهم أدوات موظف مسجل البيانات اللي هو الحاسب الآلي إذن تكون لديه مهارة استخدام الحاسب ماذا؟ الآلي إذن أول مهارة لدينا مهارة استخدام ماذا؟ الحاسب الآلي سواء كان محمول أو مكتبي ثاني مهارة لدينا من المهارات اللي هي لدى مسجل البيانات مهارة العمليات الحسابية على الآلة الحاسبة إذن ثاني المهارات ماذا؟ مهارة العمليات ماذا؟ الحسابية تكون على اللي هي الآلة الحاسبة ثالث المهارات اللي هي مهارة ماذا؟ نرى هنا يتكتب إذن ماذا؟ ونرى هذه الفتاة تقرأ إذن ماذا؟ قراءة إذن من مهارات مسجل البيانات مهارة القراءة وأيضا الكتابة إذن من المهارات ماذا ذكرت؟ مهارة القراءة وأيضا الكتابة أيضا من مهارات مسجل البيانات لدينا هنا ماذا نرى في الصورة؟ هذا موظف مسجل البيانات يتعرض لماذا؟ لضغوطات عمل وعمل كثير ماذا يفعل؟ يغضب أو يبكي أو يتحمل ضغوطات العمل أحسنتم من مهارات اللي هو مسجل البيانات مهارة تحمل ضغوطات ماذا؟ ضغوطات العمل أيضا من مهارات مسجل البيانات مهارة الإدارة وماذا؟ والتنظيم إدارة الوقت طيب لدينا الآن هذا التمرين طلابي وطالباتي اللي هو نشاط واحد ماذا ذكرنا؟ صفحة 228 يقول لول المهارات التي يجب أن تتوفر في مسجل البيانات اللي ذكرتها قبل قليل هل ذكرت مهارة الإلقاء؟ أحسنتم إجابة خاطئة طيب مهارة الحاسب الآلي هل ذكرتها مهارة استخدام الحاسب الآلي؟ أحسنتم إجابة صحيحة إذن نقوم بتلوينها طيب مهارة العمليات الحسابية هل ذكرتها؟ استخدام الآل الحاسب أحسنتم إجابة صحيحة طيب مهارة صنع القهوة هل ذكرتها؟ احسنتم إجابة خاطئة إذن لا نقوم بتلوينها طيب مهارة القراءة والكتابة هل ذكرتها؟ نرى الآن أحسنتم إجابة صحيحة إذن نقوم بتلوينها طيب مهارة الإقناع هل ذكرتها؟ أحسنتم إذن لا نقوم بتلوينها إجابة خاطئة طيب مهارة الإدارة والتنظيم هل ذكرتها أن يكون منظم ويدير الوقت؟ أحسنتم إجابة صحيحة طيب مهارة تحمل ضغوط العمل هل ذكرتها؟ أحسنتم إيجابة صحيحة إذن لدينا هنا حلينا نشاط واحد في مهارات اللي هو مسجل البيانات انتهت أنشطة درسنا لهذا اليوم توصياتنا الأولياء الأمور علينا مراعاة الفروق الفردية وأيضا التركيز على رفع مستوى الدافعية وأيضا المتابعة ونقل الخبرات والأثر التعليمي أثناء الحصة إلى البيئة من حولنا انتهى درسنا لهذا اليوم كنت أنا معكم وعلمتكم أمجاد الشهري أراكم بإذن الله في الدرس القادم مع السلامة